تحذير هام لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفطرك ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويره في الوش ما فاش معلش ورمضان كريم آية وتعليق ايه اللي انت لابسه ده خلينا نبدأ بالأول يا سلام على الشاي ده اسمه جبادور الجبادور المغربي عمل زي اللبس السفراجية في الأفلام اللبسة المصرية دايما السفراجي اسمه أسمان يا عسيت توحاني الأكل جاهز خلاص أنا السفراجي دلوقتي حانت بيلبس ده دلوقتي الدورمان اللي بيواقف قدام الفنادق اللي هي الكولونية البقى زي الانتر كونتيننتل الحاجات دي نينة هاوس والحاجات دي تلوي واقف باحد لابس زي ده بالزرط ماشي يا سيد تاريها راحتك دعاية وتعليق مش رشيد وتعليق بس ماشي يا سيد تفضل بقى تسخر من آيات الله وما حدش يسخر منك ما لازم بطا لا لازم يعني صح يستهزئوا بهم شو ما يستهزئوا بنا الله يستهزئوا بهم بس من حكمة الله مخلي استهزائهم يرجع عليهم يعني بيهم فيهم شفت الله يستهزئوا بهم بينتقل في آية تحفة كده ما احنا اتفعنا الموسم اللي فات إن القرآن كل تحفة فمش مفيش حاجة اسمها آية تحفة القرآن كل تحفة ما أنا كل مرة بقى رآية بلقيها أتحف من سبقتها تولي بالآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارساضا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردن إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا الناس مش هتفهم الموضوع ده هو ملخبة شوية احكي لي إي قصة مسجد الضرار ده أنا وأنا بحفظ القرآن برضو من الآيات اللي كنت بتوقف عن ده إي قصة مسجد الضرار أسأل أبويا أعرف إيها سير ألاقي إن ما فيش داعي أبدا لللي حصل إن في مجموعة في المدينة سكنين بعيد عن المسجد بتاع قباء اللي محمد عمله في ناس مرضى في ناس عاجزين في ناس ما بتشوفش في ليالي ماطرة فمثلا يجي الفجر يروح على الجامع بتاعب والدنيا ظلمة وما فيش الشارع مش منورة فيه خطر على الناس وفيه مشارك وفيه تعب وتعب عليهم فعملوا جامع على أطراف المدينة ودعوا محمد قالوا لي تعالى يعني باركلينا المسجد كده صللنا فيه ركعتين مفروض يزقف يقول لهم يعني كثرة المساجد بتفرح مشكرة حسب التفسير بقى بيقولك إن هو قال لهم أنا جاي يعني بس شوية كده بس أنا بقيت مشغول شوية معاها شغول أنا حخلصها وبس جايلكوا بعد شوية فبعد ما يعني طمنهم راح بعت ناس من صحابه حرقوا المسجد بل فيه الناس كان بيطلع من المسجد وهو بيتحرق كسروا ليه مش عايز مسجد جنب مسجد درار ليطلعوا بيعملوا 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 فنكيشة بيعملوا مؤامرة ضدي أو حاجة زي كده حتى اسمه مسجد الدرار فالناس ما كانش طب وقم هو كان لازم يعني هو مش حيبقى فيه مسجد واحد في الإسلام كله ما بعد كده بنت مساجد بس هو عايزهم كلهم يجو يشوفهم في كل الأوقاف عشان ما حدش يتأمر عليه عشان كان عنده بارانويا عشان كان خايف ان هم يتأمروا عليه لازم يكون هو لازم الكل في الكل هو في كده ان ناس بنوا جامعة يا سيدي بنس بنوا جامعة قل للمسلمين ما تصلوش فيه وخلصت طب ليه ما لازم هو يقول ما هو مش داعي لربنا مدام بيعابدوا ربنا مش هو بيت من بيوت الله لو شكك في نواياهم قل للناس ما تصلوش فيه وخلاص وتكسروا على الناس وما بيصلوا فيه طب ايه رعاياك دلوقتي بيقولوا ما فيش حد يهدم بيوت الله او بيفجرها ما هو إلا داعش واللي مش مسلمين هو مين أول واحد هدم مسجد في الإسلام ما هو محمد نفسه أول واحد أول واحد هدم مسجد في الإسلام مش بحث هدم وحرقه اه معني مش يعني العملية واضحة خالص يعني بس للي بيفكر فيها انت لما بتقرأ التفسير ايه اللي حصل بالزبط هتلاقي شخصية مريضة هتلاقي شخصية مهزوزة بيشك في صوابع رجله قالك عشان ما يقولوش حامد اختراعها من رأسه كده نقراها من تفسير التباري قالك يا سيدي قالوهم أنا وصلت الحتة إنه لو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه يعني خلوهم كده وعدهم فلما نزل بديئوان أتاه خبر المسجد ومش عارف إزاي أتاه خبر المسجد هما ألولو تعالى يعني فدع رسول الله مالك بن الدخشم أخى بني سالم بن عوف واحد ومعا ابن عدي وأخاه أو أخاه عاصم بن عدي واحد من الاثنين فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه فخرج سريعا حتى أتى يا بني سالم بن عوف إلى أخر فأشعل فيه نارا ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم القرآن اللي هو الأهية اللي قرأناها لا أبي أقول له إيه في القرآن لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أليس أقول لك ده ممنوع هدم الكنائس في الإسلام ده المساجد المساجد نفسه هدمها و هدمها بإيده يعني بعض ناس يهدموها بإيده مسجد الضرار إيه رأيك فيه وراها آية كده لطيفة كده يمكن تقول لنا تعليق بسيط عنها أفمن أسس بنيانه وبتكلم نفس القصة على تقوى من الله و رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الإسلاميين بقى بيأخذوا الآية دي ويطبقوها على 11 سبتمبر يقول لك دي أم من أسس بنيانه يقول لك دي الآية رقم 201 109 آية في الصورة 11 يعني إيه الآية 9 في الصورة 11 ومن بداية القرآن هي الآية رقم 2001 وبيبتدي ألف لأ ويجود أكتر بقى أقول لك ده الشارع اللي في نيويورك اللي كان فيه الولد تريد سنتر اللي ويع كان اسمه شارع جور فهار أروح أنا بقى نيويورك أول مرة بعد 11 سبتمبر كده بحوالي 6-7 سنين بتدور على جور فهار إخوانا فين شارع جور فهار ما فيه وإنت مسد أن حكاية عايزة أتيقن يعني طيب نيلك هيا نفس نظرية المؤامرة نفس نظرية المؤامرة تعرف اسمها دي ده البغرير بغرير المغربي تعال أنت قلت لي هجيب لك بسبوسة وحجيب لك ملوخية لا كله بغرير بسبوسة ولا ملوخية كله مغربي مغربي بغرير بس حلو والله الشهادة لله حل أكيد المشاهدين مع رمضان دلوقتي ينجعوا عنا وقرب وقت الإفطار الإفطار عايزين بغرير باي اللي عايز بغرير يعمل لايك واللي عايز شي يعمل لايك وشير ليه اسم كل الحلوات عندكم عمل زي لغة قريش كده البغرير ولا اسمه الشحاح المهم ما يكونش البعير كان اسمه الحشر الحرشة الحرشة والبعرير مش البعير البعرير بغرير البغير البغير بغير بغير تجمع شوفوا لي حل مع هذا الرجل المصري جزاكم الله وكل خير عايز بسبوسة وملوخية بعد كده مش عامل حلقات عشان تبقى عارف عامل آخر حالش شكوركم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة